اشتركوا في القناة على اساس انه هذا اول يوم لها بالسجن او صور جديدة من داخل السجن وهي على اساس ده تقرأ قرآن وتدعي ربها انه على اساس الله سبحانه وتعالى بلكن يخفف عنها او يغفر لها اللي سوته ما اعرف حقيقة اه هاي الصور الحقيقية او لأولئك اكتب لي رأيك بالتعليقات لكن اللي اريد اقوله انه تبقى قضية عذرات جنابي ومقتل الطفل موسى قضية شائكة وراح تبقى لسنين الناس تتذكر لكن احنا بالعراق اطم منكم يعني مثل ما يقول لك المطرب الصبح ندفن والعصر ننسى راح تننسي ويجي غير تريند ومن يذكر بيكم هاي المرة اللي ذبت جهالها من الجسر قبل سنتين مدر ثلاثة مهم من نساته صارت اسوالي بس ربك ما ينسى شكراً على ط leg population مشروع نسيix